على وقع الارتفاع الكبير في الأسعار بالعراق ثمت مخاوف كبيرة من اختفاع سلع بعينها وتضاعف أسعارها نتيجة شحتها بفعل ارتفاع كلفة الحوالة الخارجية التي يحتاجها التجار للسيراد بضائعهم فضلا عن انخفاض حوالات البنك المركزي لغرض للسيراد الخارجية بسبب الإجراءات الأخيرة التي فرضها البنك الفيدرالي الأمريكي بسبب عمليات تهريب العملة لإيران وفق مؤسسة عراق المستقبل التي قالت ان السيراد العراق للمواد الغذائية من الخارج بلغ أكثر من 3.4 مليار دولار خلال عام 2022 أي بحدود 300 مليون دولار شهريا ونحو 11 مليون دولار يوميا هي مبالغ يجب تأمينها لضمان سمرار تدفق البضائع للبلاد وتغطية كلف شراء المواد الغذائية من الخارج عقب تعطل قطعي الصناعة والزراعة وبما يكفل تأمين العراق للحد الأدنى من احتياجاته المؤسسة رجحت أن تشهد الأسابيع المقبلة ارتفاعا في أسعار اللحوم والدجاج والحنطة ومنتوجات الألبان وسط فشل حكومي وسوء دارة للأزمة الاقتصادية هي إذن مفارقة بين هذه المخاوف من ارتفاع الأسعار وبين كون العراق منجما للذهب الأسود كما تصفه مؤسسات اقتصادية ولسيما مع وصول العائدات النفطية إلى أكثر من 115 مليار دولار وفق وزارة النفط الحالية إلا أن أثر ذلك لم يرى على أرض الواقع فأرقام الفقر والبطالة في العراق في زيادة مستمرة بحسب وزارة التخطيط الحالية التي أكدت تصعدها بشكل ملفت وخطير عما كانت عليه في السنوات الأخيرة خبراء الاقتصاد رأوا أن الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 اعتمدت في موازناتها بشكل كبير على العائدات النفطية في بلد يواجه جملة أزمات سياسية وأمنية واقتصادية ويحتاج إلى بنى تحتية بعد سنوات من الدمار والفساد الذي استشرى في المؤسسات واضعا البلاد أمام تحديات لا تحمد عقباها ترجمة نانسي قنقر